اتهمت سلطات الروسية الجيش الأوكراني بأنه يعتزم مهاجمة المنشآة النووية لمحطتي كورسك وزابوروجيا للطاقة النووية ومع هذه التطورات قالت وكالة تاس إن طائرة أوكرانية من دون طيار ضربت طريقا خارج محطة زابوروجيا الأمر الذي أثار قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحذرت من تهديدات تطال السلامة النووية في المحطة في حين وصفت الخارجية الروسية ما تقوم به كييف بالإرهاب النووي نرحب بضيفنا من فيينا الدكتور يوسري أبو شادي كبير خبراء الطاقة النووية ورئيس قسم التفتيش بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا أهلا بك دكتور يوسري معنا في ألوان الشرق الليلة في ظل الاتهامات والتهديدات المتبادلة ما المخاطر النووية لأي ضربة على محطة تايكورسك أو زابوروجيا الحقيقة أبتدي الأول بزابوروجيا لأن هي الأقل أهمية أو أقل خطورة لأن زابوروجيا فيها ست مفاعلات كلها مغلقة وحتى دلوقتي كان فيه واحد فيهم لسه سخن شوية ويتبرد من الشهور الماضية يعني مش محتاجين أصلا لأبراج التبريد أو عندهم برجين تبريد واحد فيهم انضرب واشتعلت فيه النيران بشكل مكسف والوكالة طلعت تقرير بتقول أن النيران دي ما كانتش موجودة أسفل البرج التبريد بمعنى آخر أن البرج التبريد ده انضرب من فوق وبالتالي واشعلت فيه النيران وبقت حطام أجزاء كتيرة من داخله لكن فيه يونت تانية لسه موجودة والوكالة طلبت أنها تفتش عليها عشان تتأكد أنه ما فيش خطورة لها هي كمان لكن أنا بقول في النهاية ما فيش خطورة الوكالة تجنبت طبعا تقول مين اللي بيدرب لأن احنا عارفين أن القوات الروسية موجودة في زابوروجيا وبالتالي المنطق يعني يقول أنه مش معقول الروس هيدربوا نفسهم يعني فهي مفهومة مين اللي ضرب في نفس الوقت احنا المفاتيشين بتوعنا موجودين بشتورة متواصلة وبيخشوا من الأراضي الأوكرانية وبالتالي أي كلام من مدير الوكالة كان بيميل اللي تسبب في هذا كان يعمل حساسية كبيرة لكن اللي أكثر خطورة نعم أيوة هل هو محطة كورسك الأكثر خطورة وما مدى إقدام الأكثر خطورة جدا واللي أنا متستغرب أن الإعلام مش مركز عليها خالص اللي هي مفاعلات كورسك كورسك دي فيها أربع مفاعلات كلهم نفس النوع بتاع شيرنوبيل اللي هي الغازية اللي بتتبرد بالماء المغلي أو البخار ده حاجة في منطقة الخطورة لأن الأربع مفاعلات دول كانوا شغالين واحد وقف من ثلاث سنين والتاني وقف من كام شهر وفضل اتنين شغالين المفاعلات دي ملهاش كونتينمت ملهاش غطاء خرصاني ضخم زي المفاعلات الأخرى المفاعلات دي عرضة للضرب بسهولة للغاية أي ساروخ يندرب فيها هيولعها وهي عبارة عن جرافايت أو كربون القوات الأوكرانية زي ما أنا متبع معهم وصلوا هي على بعد ستين كيلو من الحدود الأوكرانية الروسية هم وصلوا لحوالي 20 كيلو من المحطة دلوقتي يعني هم قربين جدا من المحطة ولهم عايزين يضربوا فعلا هيقدروا يضربوا لأن زي ما قلت حددك ولكن هنا يدخل دور الوكالة دكتور يسري يعني لو أرادوا أن يضربوا هم قادرون كما تقول وبالتالي ما جهودكم كوكالة تجاهها كلا طرفين ولسيما أوكرانيا هذه المرة لتحييد المحطات النووية عن الصراع وطبعا ما صلاحيات مفاتيشين وكالة في المرافق النووية خلال الحروب تمام نلاحظ أولا أن روسيا دولة لا يتم التفتيش عليها بشكل كامل لأن هي دولة كبرى تملك أسلحة نووية وموقعة معادة ملع انتشار الأسلحة النووية كدولة تملك سلاح نووي وبالتالي الوكالة ما بتفتش على المفاعلات بتاعتها من ناحية الضمانات من ناحية الأمان من الممكن أن الوكالة تفتش النهاردة أنا شفت أن الرئيس بوتين دعا فعلا أن الوكالة تروح تشوف الموقف على طبيعته وتتدخل أكيد اليومين اللي جايين دول هيحصل حاجات زي دي بس مفاتيشين الأمان النووي اللي يخشوا لأن الموضوع في منتهى الخطورة ما تغير أي زيارة مماثلة لمفاتيشي الوكالة من واقع الحال في محطة كورسك أو محطة زفروجيا التي تصدر عليها روسيا الواضح النهاردة أن الرئيس بوتين عمل اجتماع خاص مع المسؤول عن الطاقة النووية والأمان النووي وكان حد في كلامه وأنا يعني الآن الحقيقة شوية لأن رد الفعل الروسي لو حصل فعلا وأن القوات الأوكرانية وصلت لكورسك وتعرض للخطر رد الفعل الروسي قد يكون عنيف بدرجة تفوق الخيال لأن أنت النهاردة داخل هتعمل كوارث مش كارسة واحدة ده شرنوبيل لحد النهاردة لسه العالم بيعاني منه هنا يتطرح تساؤلات عن احتمال تنفيذ روسيا عاقدتها النووية بتفعيل هذا السلاح المحرم طبعا هو طبعا مش بالسهولة أن هم يستعملوا سلاح نووي ولكن روسيا أكيد عندها خيارات متعددة أخرهم هو النووي لكن أنا متأكد أن لو أوكرانيا تكملت في الموضوع هذا الخطورة ستبقى عالية جدا والعالم كله هيعاني وده اللي أنا بستغرب له الإعلام مش مدي اهتمام لأن الأوكرانيين بيقولوا وعمين يطلعوا بيانات أنهم لا 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 هم مش هيهجموا المفاعلات على كل حالة نغطي كلتا وجهتين نظر في أخبارنا وبرامجنا شكرا لك الدكتور يسري أبو شادي كبير خبراء الطاقة النووية ورئيس قسم التفتيش بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا كنت معنا من فيينا شكرا لك قال رئيس الأوكراني ورادمير زيلانسكي أن قواته عززت مواقعها في منطقة كورسك الروسية بعد نحب أسبوعين من عملية التوغل سيكون جنرال سيرسكي يتحدث عن طاقة نحوه بيانات في كورسكي أبو سيئة وقاة تتبعه نحوه بيانات حرابة أخبارين يتعلق عبارة كورسكية الآن نحوه نحوه بيانات وقاة دارة نحوه بيانات وكذلك أبو شكرا لك وكذلك للمساعدة يتبعنا نحوه بيانات مع هذه التطورات برزت تقارير غربية تتحدث عن خطط بدأ الكراملين تنفيذها تتضمن إعادة انتشار القوات الروسية وسحب آلاف المجندين من مناطق القتال داخل أوكرانيا وذلك لتعزيز الوضع العسكري في محيط كورسك وسط عمليات إجلاء مستمرة من المناطق الحدودية مع أوكرانيا وفي السياق جددت موسكو اتهاماتها لحلف النيتو وأجهزة الاستخبارات الغربية بالتورط في شن الهجوم على كورسك هجوم أوكرانيا المباغط على منطقة كورسك الروسية أثار تساؤلات حول جرأة كييف ومدى قدرة قواتها على شنه وهذا بطبيعة الحال يقودنا إلى الحديث عن طبيعة الأسلحة التي استخدمتها في ذلك قد تكون حصلت على ما يكفي من دعم العسكري لضرب الداخل الروسي هذا ما يبدو عليه الحال في منطقة كورسك التي لا تزال أوكرانيا ترسل إليها تعزيزاتها مطالبات رئيس فولودومير زيلانسك بالمزيد من الأسلحة الغربية لموجات روسيا لم تتوقف والاستجابة كانت من دول عدة أولها أمريكا وألمانيا فالقوات الأوكرانية استخدمت مدرعات ماردر الأمريكية وسترايكر الألمانية في وجومها على كورسك كان ذلك ما كدت وزارة الدفاع روسيا بعد تدميرها لعدد منهم هناك ليس هذا فقط قبل أقل من شاروك نقطة فارقة في الحرب كشفت وكالة بلومبرغ عن وصول أول دفعة من مقاتلات F-16 إلى أوكرانيا وهي طائرات قادرة على منح كيف ميزات كبيرة في الصراع مع روسيا على الأجواء إلى جانب ذلك زودت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة منذ بدي الحرب عام 2022 أوكرانيا بالألاف من صواريخ جافلين وانلاوى المضادة للدبابات إضافة إلى عدة أنواع من أنظمة الدفاع الجوي أبرزها البريطانية المضادة للطائرات قصيرة المدى ستراتريك ونظام باتريوت الأماركي والألماني RST نظام ATA CMS النسخة الأطول المدى كان ضمن قائمة الأسلحة التي أرسلتها واشنطن والتي يمكنها ضرب أهداف على بعد 300 كيلومتر مدافع هاوتزر من طراز M777 وانظمة صاروخية بما في ذلك هيمارس وMLRS وM70 قدمتها كل من أستراليا وكندا والمملكة المتحدة وأماركا أما المسيرات التي تصدرت الحرب ولعبت دورا كبيرا فيها فقد أرسلت تركيا نسختها برقدار تي بإثنان إطلاق الصواريخ بينما قدمت أماركا طرازها الانتحاري سويتش بليد